أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضنا هكلمكم النهاردة والأول مرة عن بعض الأسرار والتركات اللي دايما بستعملها في الورشة حركات حلوة وسهلة وهيديفوا ليك والشغلك البساطة والسرعة وهيوفروا لك الوقت والمجهود يلا بنا نبدأ مع بعضنا المصمر الحلقة أو العلاقي ده واحد من أكتر المصامير اللي بستعملها في الورشة سواء المفتوح أو المقفول أعلق ديكورات حبل أركب عليه الكروما أعلق بعض الأدوات اللي بستعملها السلايدر أو المنزلق بتاع التصوير خيط أربط فيه لمبة وهكذا بستعمله كتير الصراحة إنما مشكلته إن ربطه غلص سواء بالبنز أو الزرادية أو لو بالمفك إنما الحل بسيط جدا هتربط مصمر تاني بحلقة برضو في الشينيور تدخل المصمر اللي عايز تربطه مكانه وتلفه لفتين وتكمل بقى ربط المصمر بالمصمر المربوط في الشينيور هتكتشف قدية العملية السهلة وإيزي خالص سواء في الربط أو الفك المريالة أو المئذر أو العفريتة اللي هي البتاعة دي الحقيقة إن كنت مفكرها دلع ومنظرها حلو إنما بصراحة طلعت مفيدة جدا يعني أنا مثلا مش بقدر أحط أبداً القلم وراء ودني ودني عجيبة شوية كمان أنا من الناس المهملة اللي ممكن بقى أحسن تشيرت عندي أروح شغال وداهن سيلر أو بوية دايماً بنسى المتر وارجع أدور عليه الكطر القلم السنون كمان بقدر أحط فيها الموبايل كل دي مشاكل كانت بتقابلني في الشغل إنما من ساعة ما جبت العفريتة دي والأمور اختلفت بالمناسبة دي بقى ياريت كل واحد يقولنا البتاع دي في بلده اسمها إيه هستنى تعليقاتكم أنا عامل علبة كده من الخشب عشان استعملها في الدهام بالرلة إنما لو حطيت فيها البوية بتتبهدل وتبوز ورميت قبل كده فعلاً علبة للأسباب دي بالمناسبة العلبة دي حلوة جداً في شغل الرلة وطريقة عملها سهلة خالص وجرد علبة خشب قبل كاش أو MDF خمسة ميلي مثلاً يكون عرضها أكبر من عرض الرلة اللي هتشتغل بيها تقريباً ما قسها 45 سنتي في 22 سنتي المهم إنها تكون أكبر من الرلة يعني أنا مثلاً بحب أشتغل بالرلة الصغيرة كمان أهم حاجة فيها إنك تخلي القعدة متقسمة 3 أجزاء بالشكل ده الدلع ده يكون ميل بزاوية ميلة والدلع ده برضو يكون ميل بالشكل ده عشان يجمع البوية كلها تحت ويق الميل ده بقى عشان تضغط عليه بالرلة بعد ما تملاها بوية فتخلي الرلة معبية بوية بس على قد الشعر أو الريش بتاعها بدون ما تسايل منك التركة هنا إني ما حطش فيها البوية على طول إني أفرشها بالفويل الأول بعد كده بقى بحط فيها البوية واخد بقى البوية بالرلة أضغط كويس على الدلع الميل حط صفيل الرلة من الزيادات ولما أخلص بقى دهان برجع البوية الزيادة في العلبة وارمي ورقة الفويل كده تفضل العلبة نظيفة وجهزة للاستعمال مرة تانية أوقات كتير بحتاج أقص مصمار بسامولة مشكلة لما بقصه بالصاروخ بيطلع النهاية مشرشرة مش بتربط كويس في السامولة أو إنه ما يكونش عندك صاروخ من أصله فالحل إنك تعلم عند الطول اللي عايز تقصه وبعدين تربط سامولتين ورا بعض ويتركب بقى المصمار في الشينيور وتبدأ تشغل الشينيور على أقصى سرعة وإنت حاطة المنشار الحدادي عند طرف السامولة على الطول اللي انت عايز تقصه هيقص معاك قصة نديفة جدا بدون أطراف مشرشرة لما بحب صنفر قطعة خشب بالصنفرة الهزاز الأوربت سندر بحطها على البنش قدامي وأبدأ الصنفرة بتفضل بقى تتهز وتمشي من مكانها بالذات لو كانت حاجة زغيرة ده غير إن صوت الصنفرة بيكون أعلى واهتزاز البنك أو البنش بيكون أقوى الحل هنا إن بفرش تحت الشغل قطعة سافنج 1 سنتي أو 2 سنتي اللي تلاقيه أفرشها الأول وحط عليها الخشبة اللي حصنفرها بتمنع الخشبة إنها تتحرك كمان الغبار بينزل في السافنج والأهم إن السافنج بيمتص الاهتزازات بتاعة الصنفرة سهل بقى بعد كده إن أنا نفضها واغسلها كل فترة ودايما بكون شايلها تحت البنش للموضوع ده أوقات بحتاجة دق كم مصمار عادة في حتة خشب بصمار 5 سنتي أو أكتر براس أو بدون وببقى خايف أحسن يشقها أو يدخل بطريقة مش مستقيمة بروح مركبه الأول في الشينيور وعامل بيه خرم سنتي أو 2 ودقه بعد كده بالشاكوش بضمن ساعتها إنه يخش بطريقة سليمة بدون ميل ولا حتى بيشلع الخشب بري الألم الرصاص حاجة بسيطة وتفهى جدا إنما ياويلك لو ما لقيتش البراية هتبري بقى ساعتها بالكتر أو بالسكينة ومنصحكش الحقيقة باستعمالهم إنما الحل سهل قوي أنت تجيب البراية الحلوة وتلزقها بمسدس الشمع في أي مكان حتى كده على طرف البنك تكون مش بتستعملها وسواء بقى هتبري بإيدك عادي أو الأحسن بقى يا سيدي إنك تدخل الألم في الشينيور وتبريه كده مش هتضيع منك البراية أبدا منشار الأركد الكهربائي الجيكسو حبيبي مشكلته إن لو عايز أفتح خط مستقيم في نص خشبة لازم أعمله الأول خرم بالشينيور إنما فيه سلاح مخصوص في أسلاحة المنشار بيحل المشكلة دي ده السلاح العادي لشينيور الأركد وده السلاح اللي هكلمكم عنه بيكون في بدايته شرشرة بالشكل ده مهمته فتح خطوط بالطول خلينا أوريكم إزاي بميل الشينيور بالشكل ده وابدأ بقى شغل الشينيور بسرعة بطيئة هيبدأ يأكل في الخشب على الخط اللي أنا رسمه ويبدأ يحفر بطريقة مستقيمة رايح جاي مرتين ثلاثة لحد ما يدخل بالكامل في الخط اللي أنا رسمه أقدر ساعتها أكمل قص الخط بالكامل من غير ما نعمل خرم بالشينيور عزونا دي أول مرة تشوف الركن ده من الورشة ده الباب الورشة عندي متبطنة بالفوم عشان الدوشة والصوت المهم إن أول حاجة بتشوفها لما تدخل هي الصبورة دي حتة فورمايكا ببيضة ظهر ضرفة من دولاب مطبخ ومعلق الألم الفلومستر في مصهورة بلاستي سواء بقى أسجل أفكار أو أخطط لشغلانة شغال فيها الصبورة هنا هي أفضل حاجة لإن الكتابة سهلة والمسحة أسهل أعدل بقى وغير وبدل ولما خلص الشغلانة بمسحها بمنتهى السهولة هل ده الجزء الأول من أسرار الورشة؟ هل في جزء تاني؟ هل نعمل جولة تانية في الورشة وتركتها؟ مش عارف أنتوا بقى اللي بتختاروا وتحددوا لأن عدد اللايكات هو اللي هيخلينا نعمل حلقة تانية وجزء تاني تمام؟ مهم يا سيدي إحنا متعودين من نطلبش منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم وكالعادة مش حوصيكم على لايك والشير وإن شاء الله نتابع للخير سلام عليكم